طبعاً فيه استخدام ما فيه شك استخدام مفرط لمواقع التواصل الاجتماعي من كل الفئات العمرية وحط تحتها ميت خط الأطفال الصغيرين والفئاء والشباب والمراهقين وكبار السن تحقيه ده ممكن يكون تأثير قياف فندم علين احنا بنقول بقى ان وسائل التواصل الاجتماعي ده لها جانبين مهمين جداً في حاجة اسمها الوقت اللي انا بقى قضيه وفي حاجة اسمها المحتوى الاتنين قد يكون لهم تأثير ايجابي وقد يكون لهم تأثير سلبي لو خدنا الجانب السلبي احنا عارفين ان مخنا او عقلنا او جهازنا العصبي لما بيتعرض لمنبهات لفترة معينة ان انا قاعد مسك الشاشة لفترة معينة قريبة من وشي بعد شوية مخي بيجهد خلايا الجهاز العصبي بتنهك فاصبح بعد ما بطل الحكاية دي غير قادر عالتعمل مع الآخرين حتى يقول له حكي ايه ده بقى منعزل هو مش طول الوقت مسك الشاشة قدامه هو من كتر ما استخدم الشاشة وقت طويل حصل له انهاك لجهازه العصبي حتى هو مش ماسك الموبايل يعني بالزبط كده حاجة لكن كأني بالزبط حاجة عمالة تدخل جوا دماغي تدخل جوا دماغي بعد وقت معينة دماغي ما بتستحملش فبتقفل فأصبح بعدها حتى لو قفلت الجهاز غير قادر عالتعمل مع الآخرين فده اسمه بعد الزمني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ايه المدة اللي ده نفروض استخدامها لو زادت عنها تأثيرها سلبي جدا على جهازنا العصبي وخضرته على التعامل مع الآخرين الجانب الآخر بقى اللي أهم بقى هو المحتوى اللي أنا بتفرج عليه في وسائل التواصل الاجتماعي ده بقى شيء في غاية الخطورة احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة العدوانية اللفظية والعدوانية السلوكية في بعض فئات السنية في المجتمع المصري والمجتمعات العالمية كلها مش مصر بس ناتج عن من كتر ما أنا بتفرج على محتوى يشتمل على عنف لفظي وعنف سلوكي وعنف حتى بصري أصبحت عندي رغبة شديدة في تقلتهم رغبة شديدة في عمل هذه الأشياء لغتي اتغيرت طريقتي في التعامل مع الآخرين اتغيرت فده المحتوى بيأثر على طريقتي في التعامل طبع ده بش بس كده ده فيه ما يطلق عليها الآن التنمر الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فهذا المحتوى اللي فيه نوع من التنمر أو الابتزاز العاطفي أو الابتزاز السلوكي للأشخاص اللي بتعاملوا بهذه الوسائل ده بيؤدي إلى أثار نفسية وبيلة قد تؤدي في بعض الأحيان سجلت في اللوعي طبعا يا فاني فبتالي تلقائيا كده التصرف يعني أنا ممكن أكون إنسان هادي أصلا هادي الطبعة لكن من كتر ما بتفرج على الحاجات دي تسجلت في اللوعي فتلقائيا تلاقي بتصرف عنف بالضبط يا فاني وأصبحت بسمائي فقط الحساسية من العنف إحنا وإحنا كائنات فطرية ربنا زي ما خلقنا إحنا العنف حاجة منفرة لنا حاجة تثير عنقضة لكن لو اتفرجت عليها كتير بعد كده بتغرني خالص ببقى شخص مختلف تماما تعودت عليها بقى خلاص بالضبط الجانب الآخر بقى اللي إحنا اكتشفنا أنه أكثر خطورة حتى من دي ما يطلق عليها التنمر الإلكتروني بوسائل التواصل الاجتماعي كثيرا من أطفالنا وشبابنا بيتعرضوا لنوع من الابتزاز ونوع من العنف ونوع من السخرية منهم مما يؤثر على نفسيتهم وعلى رؤيتهم لنفسهم ويصابوا بكثيرا من حالات الاكتئاب والتوتر اللي زادت جدا في الفترة الأخيرة اشتركوا في القناة